وصل الدولة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الرفية احتياجا إذ تعد المبادرة غير مسبوقة من حيث التغطية وحجم التمويل والتي تطور تنفيذها بشكل سريع لتخفيف المعاناة المتعددة الأبعاد في المجتمعات الرفية وتحسين سبل المعيشة ورفع مستوى خدمات البنية التحتية في عام واحد فقط تم إنفاق 100 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لنحو 1500 قرية لتحويل تلك القرى إلى مجتمعات ريفية مستدامة وتعد حياة كريمة أكبر مبادرة تنموية في العالم تغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر بتمويل يزيد على 50 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات هذه المبادرة القومية تهدف إلى تحسين معدل توافر الخدمات الأساسية من صرف صحي وتعليم والصحة ومجالات الشباب والرياضة في قرى المرحلة الأولى بنسب تتراوح ما بين 30% إلى 90% من المستهدف بنهاية العام الحالي 2022 وهو معدل كان يتطلب تنفيذه أكثر من خمس سنوات في فترات سابقة وقد تم إدراج المبادرة كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة على منصات الأمم المتحدة لما لها من أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر وهو ما يؤكد أن حياة كريمة نجحت في تحقيق إنجاز مبهر جعل التجربة المصرية نموذجا عالميا يحتذا به لرفع قيمة وجودة حياة المواطنين